تعرفين الاهلي خط احمر فمش بنعد حاجة حتى لو خدنا اجازة بالتأكيد اخر مباراة لعبها النادي الاهلي في الموسم كانت مباراة الاهلي والمصري اه الاهلي والمصري كانت اخر مباراة في الدوري ولكن صدفة ايضا ان يكون الاهلي والمصري في اخر مباراة في الموسم ككل في مسابقة كاس مصر دور التمانية عشان تصل للدور نصف النهائي لملاقات امبي اللي تواجه بعد كده ان شاء الله بعد تخطي امبي الفائز من الزمالك وبرامدز لكن في بعض الناس دايما بتقف عند انتصارات النادي الاهلي وبتبدأ تحييك المؤامرات وان ازاي النادي الاهلي ما بيخسرش المادة الخام لهؤلاء الناس هو كابتن رضا عبدالعال فتعالوا نسمع كابتن رضا عبدالعال قال ايه عشان عندنا رد بالتأكيد مهم جدا رد منطقي على كلام لا منطقي ايه يعني النادي الاهلي ما يخسر وقت دوري وقت كاس وقت افريقيا وقت سوبر وقت ايه تاني ايه تاني وقت ايه ما احنا قلنا افريقيا وصوبر وصوبر قلنا ايه تاني مش واخد صوبر من الزمالك وصوبر من الابيرامدز واخد دلك واخد كاس مصر واخد الدوري واخد افريقيا هو النادي الاهلي ما اخسرش فين العدل فين العدل انت النادي الاهلي لو كاسبان قبل ديئة تسعين هيدي تلت دقايق النادي الاهلي عشان كم تعادل ما هنفكر ان الاهلي اللي يكسب ايه ده عشر دقايق طب ديه ضرب الجزاء باللعلك هتنامش زي النهاردة وضميرك مرتاح اولا انت ما شفتهاش ايه بس كم فيه شد ايه انت شفتها امتى اه بعد مش في ساعتها لا مش في ساعتها طب بلاش مش فيه شد مراحش الليل الفار الفار ليه لان ما كانش فيه فار اقول لي بقى طب بلاش دي الجوني اللي جه ما اتعدش ليه اللي النادي المصري جابه بالدماغ اللي مروان حمدي جابه حتى لو فيه واحد قفصايت قدام ما شرطش في الكورة اللي طلع وفيه واحد قدام وواحد وراه كان مران حمدي وحطاه ما تعدتش ليه وعشان بس اللي قاعد على الفار ده ابن الكابتن شناوي اسمه عمر واخد بالك فطبعا من الكابتن شناوي طلع وقال لك لأ طلع قال لك لا اه اه افصايت عشان طلعش ابنه وغلطان كابتن رضا عبدالعال المادة الخام لكل ما هو غير منطقي على الاطلاق المادة الخام للتشكيك في نوايا البشر المادة الخام لكل ما هو ضد النادي الاهلي بيتكلم عن مباراة وبيقولك ان الحكم ادى وقت بدل ضايع كتير لان الاهلي والمصري متعدلين وبالتالي الاهلي اقرب للفوز يعني انت اصلا في الجملة دي بتعترف بقوة النادي الاهلي وافضليته على النادي المصري ومع ذلك يا اخي شوف النادي المصري هو اللي سجل هدف الاول في الوقت بدل الضايع تعالى روح لضربة الجزاء هو والمزيع والمزيع كالعادة ما بيقدرش اصلا يتكلم في حقه هو شخصيا قدام رضا عبدالعال لما رضا عبدالعال يقلل منه على الهوى هيتكلم في حق النادي الاهلي لما بيقوله هو انت شفت ضربة الجزاء من المرة الاولى قاله لا ما شفتاش ما شفتاش في ساعتها هو انا مطالب ان انا احسب ركلة الجزاء صحيحة ولا خاطئة على انتباه حضرتك على مدى رؤية حضرتك لا طبعا ركلة الجزاء بتحسبها صحيحة ولا غير صحيحة على مدى رؤية الحكام داخل ارض الملعب على مدى تقنية الفيديو على مدى كمان اراء خبراء التحكيم بعد المباراة لكن انت مشفتاش دي مشكلتك اكشف لكن الحكم المباراة شايف ركلة الجزاء واضحة فانا لازم احسبه هنا هل هو جامل النادي الاهلي باحتساب ركلة الجزاء ده رقم واحد رقم اتنين انت نفسك بتتكلم عن فكرة الهدف اللي دخل مرمى النادي الاهلي وبطول اللاعب كان متسلل لكن اللي سجل الهدف مش متسلل اقرأ قانون قراءة القدم اسمع اراء خبراء التحكيم لكن القصة انت لا تقرأ ولا تسمع ولا تروح لأي حاجة منطقية سواء انت او المزيع اللي بيستضيفك اللاعب قدامك القصة باختصار شديد ان انا قلتها تقريبا اكتر من مرة ده شو بيتعمل شو بيتعمل وافضل شو يتعمل اعمله على حساب النادي الاهلي وجمهرية النادي الاهلي واطلع اقول اي كلام غير منطقي وحاول تشاكك في النادي الاهلي هتقول لي طب انت هنا بتتناول الكلام ده ليه هقولك للأسف للأسف الكلام ده بيتشاف فلو مردناش عليه فاحنا هنا لا نملك الحجة لكن الحقيقة احنا اخر ناس ممكن تتصور في الاعلام الرياضي انها لا تملك الحجة لا عندنا الحجة على اي كلام حتى لا منطقي ودايما بنتكلم بالمنطق وبقراء خبراء التحكيم ان هو يتجاوز او يقلل من شأن بطولات النادي الاهلي بتسأل سؤال هو الاهلي ما بيخسرش لا الاهلي بيخسر بس بيخسر في الظروف الطبيعية عادي جدا انت بتتكلم والاهلي خاسر اصلا قبل الموسم ده اخر اتنين بطولة دوري انت بتتكلم والاهلي الموسم الماضي مش اللي انتهى ده اللي قبله الاهلي ما خادش بطولة محلية خسر الدوري وخسر الكاس محدش بيتكلم عن فكرة الاهلي لازم ان هو يكسب لا انت بتتكلم عن حقية النادي الاهلي في المكسب معاك رأي خبير تحكيمي بيقول ان الاهلي تم مجاملته في المصري اطلع اعرضه ما دون ذلك نسمع الصمت مش هنقولك بارك للنادي الاهلي هنقولك حاول ان انت تكون عندك بعض الشيء من الموضعية اعتقد انا عارف ان ده صعب علي الجد